لبنات جبت لكم احسن وصفة لعلاج الحبوب لعلاج التسبوغات الكحولية السميرار في البارتي انتيم تحت البيطان بين الفخدين في وجيه ديالكم في الكوعين في المرفيقين في العنية خصوصا في الخلف لانه بزافة لبنات توصلوا معي في الخاص قالوا لي عافك اختيارك انا عانو من الكحولية في الخلف ديال العنية قد يعني في اللورت دياله انا عانو من واحد السواد كبير كبير بزاف شنو الحال شنو باش نصحينا عشي غسا تزوينا في المهم بحالة دليكيسيون بنتكرروا بزافة المرات فاليوم اجبت لكم احسن وصفة لعلاج التسبوغات لعلاج السمورية الكحولية يعني اي مشكل كان عندك في العنيق ديالك في الوجيه ديالك المهم في اي بارتي فغادي تعالجي لي بوصفة القتر ديال للرمان والحامض وان شاء الله تبياضي وتزياني وبالمناسع بغا تعالجي لي حتى التجاعد لانو بزاف نتي يقولوا لي احنا راها بغينا نعالجو التسبوغات والكحولية والسمرار وفي نفس الوقت حتى نبيضو وكذلك حتى نعالجو التجاعد فاليوما القشرة ديال للرمان معجزة ربانية علش كنحاول نكتر من القشرة الرمان لانو الموسم دياله قريب يخرج قريب يخرج الموسم دياله فبالتالي البنات حاسنا كما تنقولو نستهلكوه ونستفدو منو مكسيمون باش هكذا مني خرج ما نتسموش ما استفدناش منو ما نتسموش كما تنقولو ما قدينا بهتاش يغاراد ما استهلكناش كما يجيب يعني فاش كتفوت لوقيته الرمان رمات يبقاش في السوق وبالتالي حتى القشرة دياله فاش كان بغيوه ما كان لقوه مش كان مشيوه نجيبوه غير ما عند العطاء او لا العشاب باش كان لقوه القشرة الرمان اما من بعد ما بكيناش كالقوه فحاولو نت ماكسيموم ديالكم تاخدوه تجيبوه تاكلوه الحلوات دياله تسيكرة طبيعية الحمدول الله وحد الحلوات الناتور المئة في المئة فحاولو تجيبوه تاكلوه انتو ما تستفدو منو من الحلوات دياله اللي هي زوينا الكبار والحتى الصغر حتى الولداتنا ما شاء الله وكذلك القشرة دياله الرمان تشدوهم تبسوهم وتكرموهم وتستفدو منهم بانكم تطحنوهم وتستخدموهم في داخل سات طبيعيين في حال كي ما غنبغتاجيهم معاكم انا اليوم المهم على بركة الله حبيباتي هادي نشو باش نتعرفو على المكونات ديال الوصفة طريقة ديال التحضير وطريقة ديال الاستخدام والاستعمال كذلك فاول حاجة البنات هادي نحتاج ان شاء الله القشرة دياله الرمان هانتو ما عندي هنا يا البنات قريبا كما سنقولو رمانة هيايا هادا البنات رمان اليابس رماشي الاخضر هاداك اليابس البنات هانتو ما كتاخدو رمانة طبيعي كتاكلو رمان الحلو الطبيعي و القشر ديال الرمان سنستخدموه في هادا غوصيت هادي غاهو بالمناسبة عفاكم حبيباتي قبل ما نمشي معاكم الوصفة والطفاصل ان شاء الله كاملة مكمولة فالله اعطيكم صحيحتكم ما تنسوناش من اللي لايك ديالكم انا فغامو محتاجة اللي لايك ديالكم لانهم فغامو كيشجعوني كيدعموني و كيساندوني باشا كده نزيد نافونسي و نتشجع ان شاء الله يوم على يوم فما تنسوناش من اللي لايك ديالكم كذلك البنات تشتركوا السوق تفعلوا زال الجرس باش يوصلكم اي اشعار ان شاء الله جديد انفوا وصلكم اشعار نزلكم اون فيديو و كذلك حبيباتي لا تنسونش من اللي لايك ديالكم لانهم اللي يزيدوا و خليونا نقلبوا و خليونا نقلبوا على الجديد ففين مكر ان شاء الله الجديد سنحطوه لكم و نجزله لكم و لا تنسونش من اللي لايك اشتراك بكم و تفعلكم زال الجرس و على بركتي الله كما قلنا نحتاج الرمان اليابس يكون قاسح يكون قاسح هذا هو الرمان اللي نقلبه هو القشرة للرمان تقطعها طريفة صغرين و تطحنه بعدما تطحنه يجب القشرة للرمان سوف تطحنه لما تطحنه يكون خاشن بالنسبة للبنات مكوين أساسي هو الليمون و الحمضة صغيرة تقطعها لجوجه و تخضيها العسر سوف تقبل موجود و في المكونات الأساسية وجدناهم القشرة للرمان اليابس يكون مطحون في المكونات تحتاج معي بعض المكونات مرخص و إفكاس و التبيض و علاج التبرقيع و السواد و التسبغات المهم أول حاجة سوف تحتاجون لدقيق البيض أو فرينة أو الفينو أو دقيق المخبوزات أنا معرفة صراحة شنو تتقولون انتو مية في الدول ديالكم ولكن البنات محتاجين لدقيق البيض لدقيق البيض و نجح مليار ف المية كي عالج تسبغات كي عالج الكحولية كل شيء بزف 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 كما قلنا البنات القشرة للرمان و العسر الحامض و كذلك كمية من لدقيق البيض كذلك سوف تحتاجون الحليب باودر لدينا لبنات نيدو و حليب مجفف كامل لدسم هذا زوين صراحة لا أقوم بزف بزف فالمهم القشرة لبنات الحامض و الدقيق البيض و الحليب باودر لدينا أربعة المكونات و سوف نزيدهم المكونات الخرطة لدينا مقدار معلقة كاملة هذا هو الخرطة الخرطة خاطئة كما تحبيت اي وحدة بغت نفخوا جيه تعالج تعالج تسبوغ هذا رائع افكاس الحامض قشرة الرمان دقيق حليب باودر هم المكونات كل المكونات خطيرين كل المكونات ناجحين مليون لعلاج المشاكل و العيوب على بركة الله لا تنسوا لايك اشتراك لا تقصد اشترك 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 نجمع كل شي لبنات نخلطه بعسر الحامض لا نجمع عسر الحامض هو اللي نجمع به المكونات لنضيف اللي يطلق الموارد ولا المازهار ولا معديني ولا معديني لبناتر ها تغير العسر الحامض محلطة حامضة حامضة معصورة كمتلك نضيف الحليب نضيف الطاودر نضيف الطاودر ثم نضيف الطاودر لنضيف الطاودر اضعوا عصير الحامض لا نحس بها كسائل لا قوام جيد سوف نطبق معكم لغوسات على بركة الله انتم البنات ساعدت لغوسات انفو سترحمون في النتيجة المقاطع التي صورت لكم ما شاء الله السوداء لغوسات ستنوز تقنية تجاعد قسم الغسام لغوسات اضع الغزولة على أحسن ما يرام الحمد لله هذا هو وشكي الوصفة بعد ما تصبح لكم بهذا الشكل ما عليك إلا انك تخليها تنشف البناس ارتاحوا مع راسكم اعطيوها الوقت الكافي نسلي كتسوني حل ديال الوقت انا صراحة طلاح كنخليها 15-20 دقيقة على حسب بعد المرات كنخليها 15 ما نشفتش ليه مزيان كنخليها 20 دقيقة باش كده تعطيني الغزولة على أحسن ما يرام و بعد ما كنت نشف ليه مزيان مزيان كن بده هكده نغسل وجيه ديالي و من بعد ما كنغسلو كنرطبو بكريم او بفازلين او لب اي حاجة بغيتو علاش لانو الحامد البنات كينشف شوية البشراء الحامد باش نكون معكم صريحة كينشف شوية لابو باش ترطبي بشي كريم بشي فازلين بشي زيت باي حاجة كتتفضليها انتية و كتحبيها فارطبي علاش الترطيب كي يحمينا من شي اخوخة المبكيرة كي يحمينا متجاعد كنحسو بلابو ديالنا ديما مزيزة ديما مرتبة يعني ما كنحسوش بلابو ديالنا ناشفة وبهتة و دبلانة للبنات كنحسو ديما باللمعان و بالاشراقة فهد شي اللي كين هدية لغوست دياليوما نتمنى انها كانت خفيفة ضريفة على قلوبكم و نتمنى انكم تدعمونا بزاب 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 لبنات ديالي لايك ديالكم لانو بغي ما تشجعونا كذلك الاشتراك ديالكم سوغماشان الحمد لله القناة اليوم على يوم غدا كتزيد تكبر بكم فالله يعطيكم صحيحتكم شكرا لكم ما تسوش تشاركو و كيما قلنا تفعلو زيال الجرس وتخليو لنا تعليقات والاقتراحات والاستفسارات الارأة ديالكم لبنات شنو تبغيوا نتشوفو في الديغوستات الماجين ان شاء الله يعني اي وصفة بغيتوها بغيتو ديغوستات سوسوى البنات للشعار سوسوى اللابو سوسوى الهاكده اللي بارتي انتيم السنينات من طبيعة الحال لانو احنا دائما نتللو سنينت ديالنا و دائما نعملو ديغوستات اللي كايبيضوهم و نحكوهم يوميا باش هكده نتللو فيهم فأي عوستات بغيتوها غي يقولوها لنا في تعليقات و ان شاء الله نجيكم بيها و هاد الوصفة ها مندو اول استخدام لبنات انا ما فيها لا اسبوع لا سيمانة لا شهر لا شهرين لا ثلاث شهور لا والو لانو كان بعض الوصفات للاسف خصيك الوقت باش اعطوكو الغيزولتا هاد الوصفة لا لبنات ما كتحتاجيش الوقت الحمدول الله مندو اول استخدام كتبليك النتيجة و هذا هو المضنون دائما في الوصفة الطبيعية يعطونا غير الغيزولتا يعني مندو اول استخدام المهم حبيباتي ما تنسو نشمل اللي لايك حاولوا تكترون منهم انا مزوجة فيكم البنات والله القاسمي لا محتاجين ليهم لانو فغيم ولا غوست مما باقتاجيتها معكم حتى نجرب صعب يعنو كان بعض الوصفات موجودين ولكن ما يمكنش نجي نشارك معكم شي حاجات شوائية خصني نجرب نشوف فعلا وش الوصفة كينا في هميزة ذاقية ولا لا عاد من بعد نجي ونباقتاجي معكم الهميزة والوصفات الزوينين و كما سنقول لكم دائما كانت هالله في ناس دراوش خصوصا يعني الناس لي ما عندهم مش الناس لي في البوادي الناس لي في العربية وكتقولي انا كان تابعك وكتعطينا مكونات ليهما الحمد لله موجودين عندنا ما نحتاج لنشره تشي حاجة كتقام علينا لغوست بسفر درهم فشكرا لكم للمناس را كان قرأت علي قادتكم كاملة الله يعطيكم صحيح تكم سواء الناس لي من البادية ولا الناس لي من المدينة ولا الناس لي في الخارج ولا شكرا شكرا لكم الله يعطيكم صحة و الله يعطيكم الرضا وتحية لكم كبيرة و كلمة شكر عفوا والله ما تكفي لكم الحقة دي لكم و المهم للبناس غو بيزو لكم لا تنسونش من اللايك اشتراك دي لكم فماشاين تفعلكم زي الجرس غو بيزو اتلقى معكم في فيديوهات ما جاء ان شاء الله